وجه الرئيس عبد الفتح سيسي بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنوع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر وخلال اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وجه الرئيس سيسي كذلك بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهايدروجين الأخضر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرضا للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطع الكهرباء لسيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035